تلقى وزير تنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات وأشار التقرير إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلى محافظة سهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه وذلك في إطار العقودة الموقعة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأوضح وزير تنمية المحلية أن المصنع يعد الثاني الذي يتم تسليم للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة وذلك بعد تسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقاهلية